سلمت حركة حماس ردة للوسطاء على الصفقة اللي اكتراحها بايدن بالنيابة عن إسرائيل وضع الرد ملاحظات على ثلاث نقط أساسية حاول بايدن تزاكي فيها بخطابه بعد إطلاق صراح 33 أسير إسرائيلة أحياء أو أموات بالمرحلة الأولى تطلب حماس تنتهي المرحلة بإعلان الهدوء المستدام يعني وقف نهاء لإطلاق النار ومن بعدها ممكن ينتقل الطرفين لمفاوضات المرحلة الثانية اللي بيتم فيها الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين بالمكترح الإسرائيلي ما في شي بيضمن وقف إطلاق النار النهائي بعد انتهاء المرحلة الأولى أو حتى الانتقال للمرحلة الثانية اللي مفروض تنهي الحرب رغم أنه بايدن أوحق أنه عرضه بيضمن الهدوء المستدام طلب رد حماس الانسحاب من معبر رفح ومحور صلاح الدين ومحور نتساريم بوسط غزة قبل يوم السابع من المرحلة الأولى وبنهاية هالمرحلة مفروض تكون انسحبت القوات الإسرائيلية كليا من القطاع بتردها النقطة بالتحديد على نص العرض لإسرائيل المكتوب اللي بيأجل الانسحاب التام للمرحلة الثانية اللي مش مضمون أنه تصير أصلا فلسطينيين اللي حيطلعوا مقابل إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين بدى حماس تختارهم بنفسه بحسب معيار الأقدمية بالسجن وهالشي بيتعارض مع مقترح إسرائيل اللي بيعطيها حق وضع الفيتو هاطلاق صراح محكمين بالسجن المؤبد